قال السفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة عدت مشروع قانون تتم مراجعته بمجلس الدولة حاليا بشأن تعديل في قانون الإقامة ينص على أن يقوم المستثمر بعمل وديعة بالعملة الأجنبية مقابل إقامة لمدة خمس سنوات وهو نوع جديد من الإقامة بيهدف إلى التسهيل على المستثمرين أضاف القويش في تصريحات بمقر مجلس الوزراء أن مشروع القانون يتضمن إمكانية أن يقدم المستثمر الجنسية للحصول عليها بعد خمس سنوات لافتا إلى أن تحديد قيمة الوديعة لم يتم حسمه بعد في سياق آخر أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه لن يكون هناك قرارا باعتبار يوم 6 أغسطس الخميس القادم إجازة رسمية أما عن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد أكد القويش أنها تسير بشكل إيجابي وأن البعثة مستمرة في عملها ومباحثتها لمدة أسبوعين